إخواني فقط اللي دايما نأكدوا عليه ونركزوا عليه يجب أن يبقى هذا الحراك سلمي لأن العنف طريقة الشغب اللي يحبو يوجهه لها الأحداث هم يدفعوا كلها باش تروح للشغب وللعنف وحتى إذا ماذا بيهم حتى الإرحاء ماذا بيهم لو كان يخرج 2 أو 3 يرفضوا السلاح ويتنقوا رصاص لأن هذه الأجوال اللي يحبوها هذه الأجوال اللي يحبها هذا النظام يحب العنف نظام عنيف عنيف جدا عنيف في أسلوبه في سياساته في سلوكه في تعامله مع الناس في سجونه في مراكز الشرطة ومراكز الدرك في مراكز هبلة أو عبلة والأصح هبلة في كل هذا نظام نظام فيه عنف بكل الطرق بل وصل تبونهم قبل أسبوعين تقريبا إلى التهديد بالتصفية للمعارضين في الخارج بشكل غير مباشر قال لك بكل وسائل بكل الوسائل لم يستثني شيء إذن فهذا نظام معروف عليه العنف ولذلك يجب أن لا نعطيهم الفرصة تحت أي ظرف إن كان للانجرار وراء العنف أنا عارف بعض إخواني الشباب وبعض الناس اللي ملوا وكرهوا من هذا النظام ويشوفوا باللي ما كاش مخرج وعامين ونص من الحرك السلمي ما جابش نتيجة ربما يجي في راسهم باللي هذا الحل الوحيد معاه هو العنف المسلح أبداً 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 شوفوها من عند إخوانكم الكبار في السن على الأقل باش ما أقولش في التجربة أيضاً أكثر من عشرين ألف من أحرار الجزائر أو لأنهم شافوا باللي هذا النظام عنيف والرد عليه يجب أن يكون بالعنف هذك هو وش كان يحوس النظام أتذكر بعض الناس اللي تلاقيتهم فيما بعد وصلت معهم نقاشات كيف أن البعضهم اللي خرجوا لأوروبا وحتى اللي يبقوا في الجزائر وكان معهم امتصال بعد سنوات طويلة من التسعينات كيفاش أنهم فهموا من بعد أنهم دفعوهم دفع باش يروحوا للجبال بل أحياناً مرات كانوا يطلقوا ناس من الكوميسار يقولوا كون عاودوا نلقاوك في الشارع ولا في دارك نتفهموا معك نقتلوك سير بلاس بمعنى أنه ما يخلوا له حتى خيار إلا أنه يهرب للجبل ولا يهرب للخارج أو يهرب لأي مكان وين يقدر يعني طبعاً في البداية كانت الناس تقدر شوية تهرب للخارج لكن تغلقت على الجزائر الخارج أكثر من اللي رحي مغلوقة اليوم ابتداء من نهاية 92 بداية 93 غلقت تقريباً عن الجزائر تغلق الخارج وفي 94 زادوا غلقوا المغرب كانت باقية ليبيا إلى حد ما يعني طبعاً تونس فيها نظام بنعلي كان يتعامل مع الجزائريين كما يتعامل عزكم الله مع الكلاب يعني وأنا ما زلت أتذكر ذلك الجزائري اللي اضطر لما أهانوه وكان مع زوجته وكان رايح من ليبيا إلى الجزائر ومر على مر على الدرك الجمارك والبوليس التونسي تابن عليه وبدأوا يهينوا فيه وكان مع زوجته وبدأوا يحاولوا يعني يتحرشوا بها ونحل واحد منهم سلاح أتير على البوليسية التوانسة يومها طبعاً هذا لا يعني أن شرطة تونس سيئة أو سيئين كلهم ولكن تصرفات اللي كانت تعاطينهم تعليمات سياسية باش يتعاملوا بشكل سيء جداً مع الجزائريين حتى البوليس الليبي كان يتعاملوا بشكل سيء جداً مع الجزائريين يعني كان صارت عدة أحداث في تلك الفترة اللي كنت فيها في ترابلس وطبعاً كان تصلنا كل الأخبار وكنا لما تحدث في ليبيا احنا معنين بها ولما تحدث في تونس نكونوا معنين بها بطريق غير مباشر يعني ولذلك مهما كان حالة الغضب أو حالة الانزعاج أو حالة الرعب اللي مرات يشعر بها وحالة القلق اللي نسعر بها رأي أن يجب أن نحافظ على السلمية بشكل استراتيجي السلمية هي اللي أضعفتهم السلمية هي اللي خلاتهم يضربوا في مبناتهم السلمية هي اللي خلات اليوم أكثر من 31 جنرال بعضهم من كبار جنرالات رهم في السجون بعضهم رهم هاربين بعضهم في القبور بعضهم خايفين السلمية هي اللي خلات الإطاحة بأويحية وبسلال وبعشرات الوزراء والولات وكثير منهم رمهاربين الآن أيضا ويتحضرون للهروب وما زال صراعتهم رأي تكبر بيناتهم بينما لو كان لقد الله يبدأ عنف وهما طبعا مدفوا وحركة معك إرهابية حركة رشاد إرهابية يعني شبنا الدحدوح للقبائلي الدحدوح الإسلامي الدحدوح من يشعر آخر هذا الدحدوح كما شفته قبل أيام خرجينه وكلي كان في الصونة يعني كلي كان في الجيم وفي الصونة وخارج على أساس أنه إرهابي من 94 في جيجل في فضيحة أخرى تثبت هذه قضية الإرهاب لعبة ولعبة كبيرة خلينا نوري لكم اليوم أيضا مقطع من مقاطع الإرهاب ونكمل في هذا النقاش ففي إطار مكفحة الإرهاب واتباعا لعملية البحث والتمشيط التي قادتها مفرزة لجيش وطني الشعبي يوم الخامس والعشرين أوتا الحالية بجبل مسعادة بالميلية ولاية جيجل والتي مكنت من إلقاء القبض على إرهابي خطير واستجعي أسلحة نارية أفضل استغلال هذا المجرم إلى ضبط ثلاث بناتق سيد وتدمير ورشة لصناعة المتفجرات تحتوي على 13 قنبلة تقليدية الصنعة وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة لجهود الحكيث الهاتفة إلى القضاء لازم كل أسبوع كل عشريان كل أسبوعين قضية تقع إرهاب إلا مش في تمرست في جيجل إلا مش في جيجل من جهة باتنة إلا مش من باتنة ممكن من جهة وهرن أو تلمسان أو بشار أو سعيدة أو الجلفة دائماً لازم كي نقصد إرهاب شحال ذبحوا به الشعب هذه الكلمة نتعى الإرهاب ذبحوا الشعب في الداخل وفي الخارج تعرفوا هذه قضية الإرهاب الآن هم عادو لحكاية الإرهاب لما يكون الجزائري داخل مطار أي مطار لأن هذه تتناقلها عليهم وكالة الأنبات تتناقلها عليهم جرائد أخرى تتناقلها عليهم بعض الجهات في الغرب اللي هي أيضاً تحب تنفخ في موضوع الإرهاب شماعة وهول أيضاً باش يمروا هما سياسات معينة باش يقمعوا ناس معينين إلى آخره لما يبقوا في هذه الإرهاب بمعنى أن الجزائري هذا كان في التسعينات والآن راح تولي لأن العصابة هذه راح يمازل عادة لطريقة داحة بمجرد ما يفتح الباسبورت على الجزائري هذا البوليسي أو هذا الدركي أو هذا المراقب في المطار راح يوصلته لفكرة يكون في فرنسا ويكون في إسبانيا أو يكون في ماليزيا أو يكون في تركيا أو يكون في سويد لما يفتح الباسبورت على الجزائري هو راح يمشي أمشات لأنه تمشي في الإعلام الغربي وتمشي في الإعلام العالمي عموماً فهو الجزائري يصبح متهم بالطبيعة يعني بغض النظر هذه العصابة من أجل أن تبقى في السلطة ومن أجل أن تخوف الجزائريين وتخوف الجزائريين فاهمين الآن معاش واحد يصدقهم خاصة أنهم ما زال يخدموا في السوفتوير تحت تسعينات بينما الناس راحي في عالم القرية الواحدة في عالم الأنترنت الفيسبوك اليوتيوب تويتر تيك توك الانستغرام السنابشات إلى آخر عالم آخر هم عايشين في عالمهم تحت تسعينات فالجزائريين خلاص فهموا هذا الموضوع وعارفينه ثم الجزائريين عايشين أي اليوميات وما فيش إرهاب ضد نظام شعبه لا يجد الأكسيجين شعبه يعني قضية المياه وصلت إلى العاصمة قضية الخبز الآن رهي كوارث في كثير من المدن خاصة في العاصمة أو في مدن أخرى أيضا والأسعار المرتفعة والندرة الفارينة والمشاكل يعني لم نعد نتحدث على حاجة كما يقولك ليكس يعني لم نعد نتحدث على بنايات أو فيلات أو شقق أو أعمال أو شركات واللي نتحدث على الأشياء البسيطة الماء الأكسيجين الخبز الناس كاش ما تخدم أي خدمة باش باش تعيش ولادها الأسعار يعني أشياء اللي تقريبا الحيوانات متوفرة عليها ما نقولش غير في الدول الكبيرة والدول المتطورة والدول الغربية لكن في كثير من دول العالم الماء أو الأكل حيوانات متوفرة عليها في البرية الحيوانات تجد الماء وتجد الأكل وتجد إذن غرقوا الجزائر بكل هذا ما يكفيش بعد 30 سنة يعني بعد 6 شهر من الآن تمر ذكرى 30 تعليقين انقلاب وفتح الجحيم عن الجزائرين ما زال لعبة الإرهاب ويا ليت ماذا بيهم لو كانت تخرج مجموعة ويخرجوا بعض الأشخاص أو يعلنوا عن حمل السلاح وأننا سنقاوم هذه العصابة بالسلاح وهما هذا ويحوص هذا ويطلبوا وهذا ويحوص وهما وأسيادهم في الخارج إذن الآن الجزائري مرة أخرى مش فقط أنه مشكلة فيزا مكانش مشكلة لورو مكانش أو العملة الصعبة مشكلة طيران مكانش حتى اللي عنده العملة أو عنده ما عندهش مشكل بشير يدخل ويخرج طيران مكان مش هذا فقط إنما يلس قولك فكرة الإرهاب الإرهاب القينا إرهابي حكمنا إرهابي جدح دوح هنا جدح دوح لهيه وهكذا في شيطن بحيث أن الجزائري يكره أنه جزائري يندم أنه جزائري والهدف بش يبقوا في السلطة طيب يبقوا في السلطة ويخدموا البلاد لا والبلاد فاشلة بلاد في قلب في قلب العالم تشوف شرقا تجد آسيا تشوف شمالا تجد أوروبا تشوف جنوبا تجد إفريقيا تشوف غربا الجزائر تجد الأمريكيتين قلب العالم على بعد مئتين كيلو من الحدود الأوروبية قلب البحر المتوسط عاشر مساح أكبر مساحة في العالم العربي وفي إفريقيا نصف مساحة أوروبا الغربية ومع ذلك الناس في بشار وفي أدرار في قلب الصحراء الناس عندها معاناة رهيبة مع السكن في الأغواط في المنيعة في ورقلة في تجرد في الواد وتجد الناس أحيانا ساكنة في أشياء وكأنها ما قبل التاريخ هذا اللي متوفرين على السكنات لكن تبقى لعبة الإرهاب وشراء الأسلحة الخردة في حين أن لما اندرعت النيران ملقيناش عندنا كنادير واحدة طائرة تعدفاء الحرار واحدة ما كانش مئات طائرات السخوي والميق والآن يشروا في غواصات وكان الغواصات اللي يشرهم يقدروا يواجهوا بهم غواصات فرنسا وإيطاليا أو إسبانيا وكان الغواصات يقدروا يواجهوا بهم الغواصات الغربية وكأن الغرب هذا عندما يبيحهم الغواصات سواء الإيطاليين أو الألمان أو رح يبيحهم تكنولوجيا لتواجه الغواصات الغربية اللهم إليك المقصود هو تونس والمغرب ومنش عارف شكون على البحر المتوسط لكن هؤلاء شقاءنا إخواننا تكون كارثة عظمى لو يتقاتل الإخوان بتقاتل الأشقاء إذن في حين أن المدافع بالدبابات الخردة ما كانش طائرة واحدة لإطفاء النيران واضطرين نعتمدوا على المستعمر وطبعا فرحانين وماكرون خارجي خرج في سدره ورح نبحث طائرات لإطفاء النيران في الجزائر وبالفعل حدث ذلك تخيلوا ما هو العقلية الداخل عند الناس أو حتى عند هاي القوى الاستعمارية فشل عارم ها أعطيناكم الاستقلال وركم لا في الحقيقة أعطيتناش الاستقلال إنما استرجعوه الرجال واسترجعوا الأحرار نساء ورجال ولكن خليتوا البذور تاكم خليتوا الحركة تاكم أما الجزائرات في القادرين والدليل أن في كثير من الأماكن في كثير من البلدان نجح الجزائريين نجح جزائريين وجدوا أنفسهم مدراء لمستشفيات ولمدراء الجامعات ولمدراء لشركات ناجحين في مشاريع تجارية لماذا ينجح الجزائري إنما يخرج الخارج كثير من الجزائريين مش كلهم كان البعض يبقى يعرف دمين ويرح القهول للأسف لكن كثير من الجزائرين ينجحوا لماذا بينما يفشل أفضل جزائرين في الداخل قد ينجح آخر أو متوسط أي جزائر متوسط في الخارج لماذا